سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع في جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة وجه سيادة الرئيس بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية وده من خلال نشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية وكمان الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية وده للحفاظ على هذا المورد المائي المهم كمان مبارح سيادة الرئيس عقد اجتماع تابع في الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث وتدريف في مجمع الانتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات وكمان تابع مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لانتاج الأسمدة الأزوتية وجه سيادة الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كل الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتة والعمل على الأبحاث الخاصة بتحسين السلالات وتعظيم انتاجية اللحوم والألبان اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتوشكا وغرب الدلتة فضلا عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية خاصة من خلال نشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها فضلا عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائي المهم كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء إهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر الكيمويات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات تناول عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الانتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات فضلا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية وقد اضطرع السيد الرئيس في هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمي البيطري بمجمع الانتاج الحيواني والألبان وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به وذلك في مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين موجها سياداته بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به خاصة من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الآداء والتشغيل ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولي كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقا للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية كما وجه السيد الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا فضلا عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية لسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم انتاجية اللحوم والألبان إلى جانب تأهيل حديث التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير منظومة انتاج الأسمداء على المستوى المحلي حيث وجه سيادته في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر متابعة جهود إدارة الموارد المائية في مصر مهم جدا خلال الفترة الحالية خلينا المتفقين ودي قاعدة أن العالم كله مقبل على شح مائي على أن الماء هتقل في دول العالم كلها مش عندنا إحنا مش بتكلم عن مصر بتكلم بشكل عام نتيجة التغيرات المناخية وإحنا شوفنا وتبعنا خلال الفترة اللي فاتت أن فيه أنهار كتيرة اللي منا بيعها جفت واللي فيها روافت جفت يعني بدأنا نشوف تأثير التغيرات المناخية على المياه فالعالم مقبل على شح فيه المياه خلال الفترة اللي جاية تعالوا نشوف بالأرقام كده إحنا سنة 59 كان عدد سكان مصر قد إيه وحصت المصر سبتة من المياه ونصيب الفرد من المياه كان عامل إزاي كنا حوالي كان عدد سكان مصر كان حوالي 20 مليون كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب من المياه سنويا دلوقتي مع الزيادة إحنا أغلاص عدينا الميت مليون بشوية فنصيب الفرد وصل لكام نزل لحوالي 500 وشوية متر مكعب في السنة ده طبعا إحنا مش حاسين به يعني إحنا البيوت بتاعتنا كلها فيها مياه ما فيش فيها مشاكل بس إحنا مش حاسين به بس هنحس به قدام إحنا كده بنقع تحت خط الفقر المائي لأنه فيه تقارير جات من الأمم المتحدة بتقول إن نصيب الفرد من المياه مش المفروض إنه ينزل عند تحت الألف متر مكعب من المياه سنويا تعال بقى نشوف حصة مصر من المياه عاملة إزاي طول السنين اللي فات اللي ما تغيرتش والبال بالعكس ممكن تكون قلت خلال الفترة الحالية نتيجة قلة الأمطار لأن احنا كنا بنعتمد برضو على الأمطار كمصدر ومورد من الموارد المائية في مصر حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار و 500 مليون متر مكعب دي حصة سبتة منذ قديم الأزال بنعتمد على مياه الأمطار في قديم في مليار و 300 مليون متر مكعب سنويا في السواحل الشمالية بنطلع قديم من المياه الجوفية بنطلع حوالي 2 مليار من المياه الجوفية حصيلة ده كله قديم لما نيجي نحسبها كده نقوم حوالي 58 مليار وشوية طب إحنا احتياجاتنا داخلة في 80 مليار فمعنى كده إن فيه 20 مليار فيه فجوة 20 مليار متر مكعب من المياه طيب بنجيب 20 مليار دول منين؟ من خلال التعامل مع الوضع الحالي من خلال التعامل مع الوضع الراهن من خلال حاجات كتيرة الدولة شغال عليها وهي محطات التحلية ومحطات المعالجة محطات تحلية لمياه البحر وبالمناسبة دي تكلفتها غالية ما هي شرخيصة يعني المشاريع دي مكلفة فبنعمل محطات تحلية لمياه البحر بيكون فيه محطات رفعة للمياه عشان تصل إلى المحطات التحلية ونعمل محطات التحلية لمياه البحر نعمل محطات معالجة سنائية وسلاسية لمياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي لنعيد استخدامها مرة تانية برضو بنعتمد على وسائل الرأي الحديثة أو الرأي بالطنقيت عشان ما يكونش فيه رأي بالغمر كنا لسه نتكلم من يومين برضو عن زراعة الرز والدولة محددة محافظات بعينها وكل سنة المحافظات دي بتتغير بحسب الاحتياج طبعاً عشان الرز من المحاصيل الشارهة في استخدام المياه بنستنبط أصناف جديدة وسلالات جديدة من المحاصيل الزراعية أقل استخداماً للمياه كل دي وسائل الحفاظ على المياه واستغلال كل قطرة مياه طيب احنا تكلمنا عن دور الدولة دور نحن إيه الاستهلاك الاستهلاك المنزلي الاستهلاك المنزلي فيه هادر كبير جداً 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 وأعتقد يعني لو كل واحد بصل نفسه كده وشافه وبيعمل إيه في البيت هتلاقيه مثلاً داخل يغسل إيده فاتح الحنفية على آخرها والمشكلة مش في كده أن أولاده هم كمان بيتعلموا حاجة دي فيه ظاهرة تانية بقى أنا لحظتها ودي مش في الأرياف ولا في الأقليم ده بالعكس موجودة في القاهرة إن أنا لقي واحد مطلع خرطوم قدام باب بيته وبيغسل العربية وبيرش الشارع وحاجات غريبة الحقيقة يعني مش متعودين احنا على الحاجات دي نكون موجودة في القاهرة المياه هنتحاسب عليه هنتحاسب عليه قدام وإن كان دلوقتي أنت قادر تدفع فطورة المياه بتاعتك قدام احنا كلنا هنحاسب على هذا الاستهلاك وهذا النمط من الاستهلاك فمن المهم أن احنا نحافظ على كل قطرة مياه جزء كمان مهم من هذا الاجتماع زي ما شفنا متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمركز العلمي البيتاري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني الموجود فيه السادات وللرئيس افتتحه يوم 13 يونيو اللي فات عندنا مجمع زي بالظبط موجود في الفيوم في كومشيم والحاجات دي بتبقى حاجات مهمة جدا يعني اللي موجود في السادات ده الواحده كده فيه 29 معمل للأبحاث والدراسات فيه غرف عمليات للحيوانات موجودة في هذا المركز ودي كانت أول مرة تكون موجودة عندنا للتشريح لتحسين السلالات الوراثية لتوطين سلالات وراثية عالية الإنتاجية موجودة في مصر فنعظم الاستفادة من رؤوس الماشية اللي موجودة في مصر فاتحقق الاستفادة للدولة وأيضاً للمربي وكل ده لتحسين الثروة الحيوانية نروح للخبر اللي بعده سيادة الرئيس عبد الفاتح سيسي استجاب بالأمس اللي طلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور من زوئ القدرات الخاصة وجه لها دعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة نشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة واللي رسمت صورة لسيادة الرئيس احتفالاً بمرور ثلاث سنوات على تدشين حياة كريمة وعبرت عن شكرها لسيد الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصر مبارح كان فيه مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت واللي منها إعلان مجلس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادي اللي هتنطلق فعالياته النهاردة بتكليف من سيادة الرئيس عبد الفاتح السيسي هناكش الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كمان الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد كمان مبارح كان فيه احتفالات عامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سنبل وشاهد الظاهرة دي حوالي أربع تلاف سائح من مختلف الجنسيات في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها إعلان مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي اللي هتنطلق فعلياته النهاردة بتكليف من الرئيس عبد الفاتح السيسي هينائش الملامح العامة لوسيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمان استعراض السياسات والتدابير اللي بتتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياة التنافسي إمبارح قال ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أنه أرسل الأسئلة والاستفسارات اللي أعدها المحور الاقتصادي للحوار وليجانه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وترح مايرام المخرجات بشأنها وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المؤتمر الاقتصادي هيناء الشرؤة ومقترحات كافة الأحزاب والقوى السياسية إمبارح برضو قام مركز معلومات مجلس الوزراء بنشر نتيجة استطلاع للرأي اتعمل خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على عينة من المنشآت الاقتصادية في مصر في مختلف القطاعات للتعرف منهم على أراءهم وتطلعتهم بشأن المؤتمر الاقتصادي نتائج الاستطلاع أظهر التقييم 81.2% أهمية عقد مؤتمر اقتصادي في الوقت الحالي بدرجات تتراوح ما بين 8 و10 درجات و6.6% بدرجات تتراوح من 5 لـ 8 درجات و6.1% قيموا أهميته بأقل من 5 درجات إمبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت حول تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد المركز قال إنه الكلام ده مش حقيقي ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن وأكد على إن مدة الدراسة بالترم الأول زي ما هي دون أي تغيير إمبارح بالتزامن مع احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سيمبل شهدت المنطقة الأسرية بأبو سيمبل بدء تشغيل عدد من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين داخل المنطقة الأسرية وشاهد الزاهرة ما يقرب من 4000 سائح من المصريين والسائحين من مختلف الجنسيات إحنا من 2019 وإحنا شغالين على لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية دي لجنة بتقيم سعر المنتجات البترولية وإما بقى بزيادة أو بنقصان أو بتثبيت كل ثلاث شهور الكلام ده بيحصل من إمتى؟ من 2019 والحد دلوقتي طيب بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على عاملين سعر الدولار أمام الجنيه وسعر برميل خيم النفط لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت إمبارح تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8 جنيه للتر لتر طبعا بنزين 80 9 جنيه وربع للتر بنزين 92 10 جنيه 75 قرش للتر بنزين 95 أما السولر فزي ما هو 7 جنيه وربع للتر وكمان سعر بيع طن المزوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز تم تثبيته عند 5000 جنيه للطن في جولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت إمبارح في المحافظات أهمها الانتهاء من تنفيذ 90% من أعمال إنشاء الجراج متعدد الطوابق بحي العرب في بور سعيد وكمان بدء التشغيل التجريبي لمركز التأهيل الحسي والحركي في سوهاج بالإضافة إلى تحليق 26 رحلة بلون طائر في سماء لقصر وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير محافظات مصر شاهدت أخبار وأحداث كتيرة البداية من بور سعيد اللي تم فيها الانتهاء من تنفيذ 90% من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب واللي بيقام لخدمة المترددين على المنطقة اللي بتشهد كبرى المشروعات في مجال الأسوأ في شمال سيناء استقبلت مستشفى بئر العبد التخصوصي 17 طبيب من جامعات القاهرة والزأزيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدمتهم مجاناً للمرضى في الشرقية استقبل المحافظة دكتور ممدوح غراب المهندس محمود عسمة وزير قطاع الأعمال العام وخلال اللقاء تم بحث النهوض بمنظومة حلج الأقطان وتطوير محلك قطن الزأزيق في بني سويف تابع المحافظة دكتور محمد هاني غنيم مع مسؤولي التربية والتعليم إجراءات وخطة المدرية لتسليم أجهزة التابلت على طلاب سنة أولى سنوي واللي تسلمتها المدرية وعددها 15 ألف و300 جهاز ضمن منظومة التعليم الجديدة في سوهاج أعلنت دكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن بدء التشغيل التجريب لمركز التأهيل الحسي والحركي والنفسي في قرية سفلاق التبع لمركز ثقلتة وقال وكيل وزارة الصحة أن المركز تم تجهيزه بأحدث الأجهزة في قناة أطلق المحافظ اللواء أشرف الدوودي إشارة البدء لشراء وحدات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب الحاصلين على الموافقات واللي انطبقت عليهم الشروط لبدء مزولة العمل بميادين وشوارع مدينة قناة في الأقصر حلقت 26 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 520 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأسرية والطبيعة الخلابة في المحافظة في المينيا أعلن دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة استمرار الجهود المبزولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وقال إنه تم إجراء 56 ألف تحليل في معامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمينيا خلال شهر سبتمبر في الغربية شاهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الموقع الإلكتروني الخاص بالتغيرات المناخية واللي قام بتصميمه طالبات مدرسة الجيل المسلم بنات التابعة لإدارة شرق طنطة تعليمية ودى تفاعلاً مع مؤتمر المناخ إلا هيقام في شرم الشيخ نوفمبر المقبل